أنا محمد الجابري صاحب مجموعة الني العربية شركة مصرية ونعمل في مجال النشر من سنة 1998 ودي ميش المشاركة الأولى بس أنا في المؤتمر أنا مشاركة متحدث رسمي في الجلسة اللي جاية إن شاء الله وهنتحدث على مشاكل النشر والعلاقة بين النشر العربي والنشر الأجنبي وإيه اللي ممكن نعمله في هذا المجال مشاركتي في المعرض من زمان جدا يعني من ساعتنا أسس الشركة يعني والله أي واحد بيشتغل في العالم العربي لازم يكره يعترف إنه الشارك ومعرض الشركة هو من أهم إن لم يكن هو الأهم في العالم العربي بالبرامج بتاعته بحزم الدعم اللي بتقدمها حكومة الشركة للكتاب ولصناعة الكتاب حتى تنظيميا معرض الشركة هو معرض بنشوف فيه إنه نموذج مش عايز أقول مصغر لكن موازي لمعرض فرانكفورت في كل التفاصيل ولذلك كل نسبة بحريسة على المشاركة فيه مش بس العرب حتى الأجانب والله أنا مهموم بمشكلة النشر في العالم العربي خاصة بعد ما يثم بسورات الربيع العربي ثم وصولا إلى جائحة الكوفيد اللي قضت على الأخضر واليابس في عالمنا العربي وأظن إن الحكومات أظن من وجهة نظرة يعني طبعا الشركة بتقوم بهذا الدور بشكل عالي جدا حتى دبي حتى أبوزاب يعني أصد الإمارات العربية بتقوم بهذا الدور لكن باقي الحكومات العربية حتى بما فيها بلدي أنا أظن إن الحكومات العربية لازم تنظر نظرة خاصة جدا لصناعة الكتاب لأنه فعلا في خطر ومسألة تحول الرقمي بعدم استعداد الناس وعدم وجود بنية تحتية جاهزة هيأثر جدا على استمرار صناعة النشر في العالم العربي لكن أنت علمي أن مصر كان في أثناء نهاية عصر الملك وبداية عصر يمال عبد الناصر كان الكتاب المصري يمثل الدخل رقم ثلاثة في الدخل القوم المصري النهاردة ما بنشوفش الكتاب لا رقما ولا إسما ولا قيمة في الميزانية المصرية ده معناها إن إحنا في عالم تاني مع زيادة عدد السكان إلى أكتر من مئة مليون نسمة ففعلا النوع ده جدا خطير وأتمنى إن العالم العربي يحظو حظو دولة الإمارات في إزاي بيتبنوا وبيدعموا صناعة الكتاب خاصة الشرقة والله الإتحاد العالمي للنشرين طبعا خاصة بعد دخول الشيخة بدور وتأسيس أكاديمية للنشرين أظن إنها يكون لها دور كبير جدا جدا خاصة إن هي بتمثلنا في هذا المحفل الدولي المهم وأتوقع إنه باستمرها في هذا المكان هيكون فيه فائدة جدا على النشرين العرب خاصة بعد تأهلهم بشكل جيد من خلال الأكاديمية الدولية للنشر أظن هيكون فيه أشياء كويسة جدا في السنين القادمة صباح الخير أنا مؤنس حطاب من ألف باة ناشرون دار نشر أردنية نشارك بالمؤتمر للمرة السادسة على التوالي يعتبر مؤتمر الناشرين في الشارقة من المؤتمرات العالمية المتميزة اللي دائما تعطينا انطباع مميز في عالم صناعة الكتب مشاركتنا هذا العام جاءت بعد مرور جائحة كورونا الصعبة وجاءت بعد تعطش جيد لصناعة الكتاب نشارك في هذا المؤتمر بندوة خاصة تتعلق عن الأسواق العربية وتأثيراتها بعد جائحة كورونا عن حلول مبتكرة لوجود داخل السوق العربي وتبذباته في أماكن الأسواق العربية إن كانت في آسيا أو أفريقيا المؤتمر يحتوي هذا العام على عدد كبير من دور النشر الأجنبية والعربية على أمل أن نوفق كعرب للاطلاع على الكتب المتميزة حتى نستطيع تحقيق عقود لتحويلها للمكتبة العربية بشكل جيد سبق أنه حصلنا على أكثر من دعم خلال السنوات السابقة وهذه السنة إن شاء الله نتطلع أنه اختياراتنا تكون موفقة حتى نستطيع الذهاب إلى لجنة الاختيار والفوز بمجال دعم حقوق الترجمة من قبل هيئة الشارقة للكتاب لا شك أن قطاع النشر في الأردن هو من قطاعات المهمة وعربيا له تأثير بشكل كبير جدا خاصة إذا ما قرناه على صناعة الكتاب الأكاديمي فيعتبر صناعة الكتاب الأكاديمي في الأردن من الدول الرائدة في المنطقة وحتى على مستوى قطاع صناعة كتب الأطفال فالأردن استطاعت خلال الخمسة سنوات الأخيرة حصول دور نشر على جوائز مميزة إن كانت عربيا أو دوليا بهذا الموضوع يحتاج لدعم؟ نعم يحتاج لدعم ولكن أنت تعرفي أن هذه الصناعة تحتاج لنفس طويل تحتاج لمنافسة كبيرة جدا نتمنى على الناشرين الأردنيين أن يمضوا في طريقهم حتى يستطيعوا الحصول على دعم حقيقي خلال وجودهم في معرض الشارقة وحتى في المعارض الدولية إن كانت بولونيا أو فرانكفورد أو غيرهم من المعارض